قسم الطب الوقائي بمعهد باستور دكتور سوفيا أهلا بك شكرا ونشكر لقات النهار لهذه الاستطافة شكرا لك لتلبية الدعوة حالة من الخوف والقلق لدى كل الجزائريين هذه الأيام بسبب هذه الإنفلونزا الموسمية المعقدة ربما هذه السنة كسؤال أول أعلم أنه ربما حال الطوارئ على مستوى العديد من المصحات والمستشفيات هل تم السيطرة على هذا الفيروس هذا الفيروس هي مشكلة عادي فصلي اسميه الأقليب سيزونيال كل عام لدينا الأقليب وكل عام الناس مرضوا بالأقليب وكاننا السلاح الوحيد هو اللقاح وهذا اللقاح فيه ثلاثة سلالات أو قاقورما منهم الأشأن اللي كنا نحضروا عليه وهذا يرون موفر مع تباستر وفراته لحد الآن كان حاولي زوج ملايين قرآة اللقاح وكان خمسمائة ألف لرمجين لكل أهل وهذه رأي لقاح هذات سيبهم في المستشفيات أو المراكز الصحة أو في الصيدليات الخاصة بعدما نحضر على الأشأن هي بعض الولايات كجزائر بليد بومرس بيد وتزي وزو ليعطونا تعليمات أن كان حالات غير عادية حالات ربما معقدة وحادة وهي عادية لماذا عادية لأنه في كل سنة يتم تسجيل حالات هكذا في العديد من دول العالم وكانت قوة البلد لفقد وفخوة لجسد في الأسابيع الآخرة أعطت شغل عطت له ربما محيط أنه هذا الفيروس يزيد ينتشر لكيات الفيروس هدت على الأشأن ما تنساش تنينك مشيقة في الجزائر في العالم كل كما الإفريقية الشمالية أو الغربي هذه السلالة دخلة في تركبة اللقاح كانت ثلاثة سلالات في اللقاح وكل عام كان يتبدل يالعسب المنظمة العالمية الصحة هي التي تتدبر كل عام هذا اللقاح بثلاثة سلالات هذوك على حسب الحالات في العام يقول لك هذا لكي نقص شوية من الحالات من الحالات يكونوا وكان سلالات واحد أخرين تقدر تكون تدير اللقاح تقدر تتكليب بالسلالة قديمة فهمتني المقصود هذا العام 6 أكتوبر الثلاثة جنفير 245 بريلابمون جاءنا المخبر في باستور فيهم فيهم صبنا 16% لصبنا بوزيتف لصبنا فيهم هذا الفيروس 37 منهم من نوع أشعاء سبعة وثلاثين وأسف بشي نقول منهم كان زوج ليماته وهذو زوج ليماته صح صبنا فيهم أشعاء وما ننسوش هذو زوج ليماته ما داروش تتلقيه وكم سنهم يعني السن تعل الأشخاص اللي توفّوا ما عنديش السن كان وحدة وقلة 33 سنة كان وحدة تتوفّت وقلة في مرأة حامية في مستشفى تعل بابلود وكينا دي كاميرا حاملة هي هذو ما مدرش دي كاميرا طيب دكتور سوفي بالحديث يعني من بين هؤلاء الذين تم إجراء عليهم ربما أخذ منهم عينات هناك أشخاص مصابين بهذا الفيروس H1N1 لكن ربما هناك خلط عند العديد من المواطنين عندما نقول فيروس H1N1 هو إنفلونزا موسمية عادية لأنه في السابق كنا نسميها إنفلونزا الخنزير لكن منذ سنة 2009 هي إنفلونزا عادية دخلت إلى تصليف عادي في 2009 كانت في المعادة في الولايات المتحدة ويصابوا في مكسيك حالات غير عادية من 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 الأفلونزا وشافوا قد كان هذا الفيروس ينترق من الخنازل إلى الإنسان هذه في 2009 حاليا هذا الفيروس كما قال دكتور درار مقبلت كما هو كما السلالات الآخرين H3N2 و هل كان دي تيب كان هذا تيب A وكان تيب B وتيب A هي اللي رأيت مد الحالات هذه طاوية نعم هي دكتور في 16 ميات اللي اسمنا هم بوزيتيف حوالي 95% ما تلقوش اللقاح ما تداروش اللقاح هي وعليش بس مش الناس يستهزو مش دكتور اللقح ما لقوش 40 مليون جزائري مخدروش هي واشا هي في العالم اللقح يقول نساء حاملات عندك الأمراض ك المرض قلبه ريسبيغاتور كرونيك هدوه هما قلل اللي عندهم قلل كان المناعة ثانيك المناعة كان الناس هناك أشخاص يعني منعتهم تكون ضعيفة جي قوية كي واحد كن صحيح لكن هذه السنة دكتور سوفي لأنه هذه السنة ربما بعض الأطباء الخصائيين قالوا بأن هذا الفيروس كان قوي نوعا ما لا لا هذا لم نستطع بس كرانا في البداية بداية عندنا 37 حالة هذه العملية الثانية كان عندنا حوالية ما قدش نقول لغا ما زال كان حالات يجو ما زال عينات لي يجو حالات عادية وكي وهابن 37 هدو ليدلنا لهم كان يديروا لغريب H1N1 يديرها يدوروا في الدار ما هي أعراض ربما دكتور الأعراض اللي نأكد فيها بأن هذا الشخص حامل لفيروس H1N1 لا فيروس H1N1 في المخبر يقول لك H1N1 الحالة بي تقول عندك لغريب هي الحم قوية عندك نقص ولا فقدان الشاهية عندك السعلة العي واحد يكون عيان ألم الكوباتور دولار الإسهال أو القياء هدو سيدسين هدو سيدسين في فاور دون غريب واحد يكون عنده يرح عند الطبيب يشوف يتبعو لك طبيب يشوف لازم نحول الدم باش نشوف واش من الفيروس يدلو نقول لدال اللقاح باش يشوف اللاسوش على حسب الصحة ديالو كان ياخد الدواء بسيطة عند طبيب ديالو ويروح لدار نورمال هذه عادية لا غريب عادية مايش حاجة جديدة نقولوا فيروش جديد لأنه هناك حال خوف وقلق يخاف 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 وليش بس في الجرائد وإذا نقول لولا غريب وما تزوج أو يموت كل عام في فرنسا أو في ورد المتحدة أو في بلدان متطور متطور من شغل جزائر نحن في حالات عادية هذه لازم المواطن يكون على بلوك حالات عادية لا غريب ستوطة في درمال كل عام نديروا لا غريب كان يديرها قوية كان يديرها الأخر إلا غالب هذو اللي توفوا تؤلم كانوا في حالات شوية ضعيفة الفيروس ستشغل تكمل عليهم هذه هي نعم دكتور عبد الرزاق سوفي كذلك تابعنا في الموضوع هناك كذلك فيروس H3N2 هذو الويروس اللي هو قادم الان بدايتا من شهر فبري جنوية هذا جنوية فبري كما يقول هذو سلطة واحد دخلا دو 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 هذو H1N1 أو H3N2 هذو دو 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 سما وقارب هذو H1N1 و كما يقول دو 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 دعو كل مواطنين إلى أخذ اللقاح في الوقت المناسب شخص ربما عنده أعراض هذو يتوجه إلى أقرب مصحة وطبيب ومستشفى من أجل القيام باللقاح وما تنسى أن هذا المرض يعد نعم يعني هذو كوش نقول المواطن مواطن لازم كيكون يشوفوا واحد درام مريد شوي ce qu'on appelle limiter le contact direct il limiter contact direct هي كي ولا شفتو في اليابان يمشو ناس كيف يسمي هذيك الماسك القناع القناع ولا المار هذيك و حتى أنه ربما في أماكن العمل في المساجد يجب أن يكون لديه منديل أو يجب أن يكون لديه هذي هي شيء فسيلي باش ما يعديش ينقص تسمى الترانسميسيون باش الترانسميسيون تنقص لازم دير هذه الحاجات باش المواطن يعرف كحاجة صغيرة تقدر تنقص وتعني لازم واحد يقص يدو بك نسوليوسيون سيبتيك يسمي وها بون دو الاخر يدو الالكول لفضال عندنا واحد يقص باش الموين للترانسميسيون للفيروس ربما هذا الفيروس الآن يمكن تسيطر عليه من خلال هذه اللقاحات لكن يعني هل بعدما نفوت شهر جنو وفيفري ربما هل الحدة تنقص 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 هي كم تبدأ حتى تنقص و تبدأ تنقص على حساب الوقت في جنو في مارس و تنقص الحالات تنقص أو الخطورة تنقص حتى لا يكون هل يقول سيزونيير فصلية نعم نصيحة و كلمة آخر لكل جزائريين أنت طمئن الدكتور عبد الرزاق سوفي يطمئن كل جزائريين أنه هذا الفيروس فيروس عادي فصلي لكن يجب أخذ الإحتياطات اللازمة من خلال العديد من ربما التدابير الويقائية أخذ اللقاح و كذلك الإبتعاد من الشخص المصاب بهذا الإنفلونزا و الفيروس كي لا ينتشر إضافة إلى ذلك إضافة لك هذه حالة عادية لو كواحد يتوفى الناس يتوفى الغالب لذلك كيما فيروس أدو 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 الله يرحم لهم الغالب لذلك أدو 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 صحيح موفق إن شاء الله شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرزاق سوفي رئيس قسم الطيب الويقائي بمعهد بصير كنت ضيفي في هذه الجولة الإخبارية المسائية على قناة نهار شكرا جزيلا لك موفق إن شاء الله هذا تهافة العديد تهافة العديد